ثم حضرتك يعني خلصت المرحلة الثانوية وتوجهت إلى كلية الاقتصاد واخترتي قسم اقتصاد لماذا؟ أنا حقولك أنا الأول كنت عايزة أروح قولية أداب قسم جغرافيا يعني يمكن ده جزء من حبي للمكان وللأرض وكلام ده وقتين الكل اللي حوالي قاعدوا يقولوا هتطلعي مدرسة يقول لهم يعني فيها ايه مطلع مدرسة مهم قاعدوا كلهم يقنعوني لا تبخشي كلية الاقتصاد قلت طيب هخش علوم سياسية ايه مش اقتصاد فدخلت كلية على أساس أن أنا هدخل تخصص علوم سياسية لكن مع الدراسة في السنة الأولى أنت عارفة في السنة الأولى بتبقى عامة حاسيت أن أنا بميل أكتر للاقتصاد لأنه علم فيه موضوعية أكتر علم قابل للقياس أكتر يعني ما فيهوش شك قوي زي العلوم سياسية مسألة وجات نظر وقراء وحاجات زي كده وظروف عالمية وظروف محلية بالضبط كده لكن الاقتصاد علم يعني قابل للقياس فده رايحني أكتر فقررت أننا هدخل الاقتصاد طب جميل جدا وطبعا التقيتي فيه بأساتذة كبار طبعا وأتخيل أن أحدك طبعا لازم دايما بتذكريهم بالخير يعني أنا هقولك بس أنا أولى طبعا كان عندي أساتذة كبار عظام أفتكر منهم دكتور صليب روفاقيل كان بيدرس لنا أحصى كان دكتور هيل الدكتور حامد ربيع كان عملاق في العلوم السلوكية الدكتور عيز الدين فودة دانا علوم السياسية برضو كان دكتور كويس بس بقى في السنوات التالية بعد كده طبعا كان لنا أساتذة عظام الدكتور محمود عبد الفاضيل الدكتور عمري محيد الدين الدكتور سامي خليل الدكتور أسالة وسليمان الدكتور عفتاح أنديل يعني أساتذة كبار في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية والإحصائي طبعا طبعا دكتور أنا دي مكاري في الإحصائي بس يعني أقول لك حاجة هم كلهم كل واحد بطريقة أو بأخرى أثر فينا فيش كلام في كده طبعا فيه ناس اللي في مجال الاقتصاد أثروا في الواحد أكتر لأنه ده تخصص لكن يعني كلهم بدرجة أو بأخرى أثروا فينا ونفتكرهم بكل خير الحمد لله ممكن ندرس اقتصاد بدون سياسة؟ أو ندرس سياسة بدون اقتصاد؟ علم الاقتصاد كعلم اقتصاد بنقول إنه الاقتصاد يدوره إنه يقدم بدائل إنه وإنت عندك مشكلة أنا بقول صانع القرار أنت عندك لحل المشكلة دي اقتصادين تلت بدائل مثلا بديل ألف وبه وجين الاقتصادي الشاطر يعرف يقوله كل بديل دول من دول تكلفته إيه والعائد منه إيه لكن في النهاية القرار قرار سياسي أي يعني دراسة الاقتصاد حاجة وإن أنت تقدمي بدائل حاجة لكن القرار في النهاية قرار سياسي صحيح ومش قرار اقتصادي لأنه البدائل بتبقى دام صانع القرار هو بقى اللي بيختار وده بيأكد الحقيقة برضو العلاقة القوية جدا بين المجالين أو العلمين أه طبعا فيه علاقة مفيش قرار اقتصادي إلا وهو قرار سياسي في النهاية أي والقرار السياسي ممكن يكون بيأخذ في الاعتبار برضو اعتبارات اقتصادية المعطيات الاقتصادية بالزبط كيف وتوليتي عميدة لهذه الكلية يعني من الطالبة إلى عميدة أي مشوار جميل الحقيقة آه والله شوفي عم بفتكر كل سنوات الدراسة في الكلية والماجستير والدكتوراه وكل المراحل دي الواحد بيفتكرها بكل خير كنا بنمر بأزمات مفيش كلام في كده لكن بيتك الكلية دي بيت الواحد اللي هو كبر فيه تعرف على ناس كتير فيه الحمد لله الواحد بيقول إنه في الكلية ومن خلال المراحل المختيفة وفي فترة كنت ماس كنائب مدير مركز دراسات الدول النامية ومسكت مركز مدير دراسات الاقتصادية وكلت الكلية لحد ما استقر الأمر على عمادتك وليه فترة طويلة ممتدة ما بداش اقول كمية الناس المحترمة الجميلة اللي الواحد المثقفة العالمة في مجالها اللي الواحد اتعرف عليها لكن حاجة بالحاجات الجميلة الواحد بيحمد ربنا عليها هي الناس اللي هو اتعرف عليها اتعرف عليها اتعرف عليها اتعرف عليها قصر